الرحمن الرحيم أبنائي طلاب الصف الرابع الالتدائي مدارس أنجال الصفوة أسعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم معنا درس جديد في مدر الاجتماعيات وهو تقويم الوحدة الثامنة جهز جلمك معي وافتح الكتاب عندنا أول سؤال في التقويم يقولك ما المكان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يحبنا ونحبه نعم إنه جبله جبل أحد الرسول قال أحد نحبه ويحبنا نعم رقم اتنين يكمل الطلبة الفراغات الآتية فقرأ ألف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار ومين نعم المهاجرين نحبه مع بعض المهاجرين آخى بين الأنصار والمهاجرين تمام آخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين وعرفنا أن الأنصار اللي هم أهل المدينة أما المهاجرين فهم أهل مكة اللي هم هاجروا من مكة إلى المدينة فقرأ قنباء سميت معركة الأحزاب بهذا الاسم بسببه نعم تحالف اليهود مع المشركين من كوريش ضد المسلمين فتحزبوا عليهم فسميت الأحزاب فقرأ جيم بعد رحلة الإسراء حدثت رحلة مين المعراج نعم وهي الصعود إلى السماء الإسراء هي مسير النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من مكة إلى المسجد الأقصى أما المعراج فهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حدثت رحلة الإسراء بعدها حدثت رحلة المعراج ساركم ثلاثة يضع الطلبة الكلمات المناسبة في الفراغات عندنا كلمات الأمر الأنصار الطاعة المدينة بناء المسجد النبوي نعم هنختار كلمة ونحطها في الفراغات حسب ما هو أمامنا أول خطوة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة كانت نعم بناء المسجد النبوي بناء المسجد النبوي طيب ثم آخى بين المهاجرين أيوة والأنصار وأعلن وثيقة المدينة للمعاهدة مع اليغود وبيّن أهمية السمع والطاعة لولي الأمر تمام السمع والطاعة نعم سؤال رقم أربعة ما القيم التي نتعلمها من غزوة الأحزاب أول قيمة هي الشورى عندما تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق أول قيمة عندنا الشورى أول قيمة هي المشاورة أو الشورى في الأرض القيمة الثانية هي العمل والمثابرة والصبر أنت تعمل وتثابر وتصبر والله سبحانه وتعالى يؤيده القيمة الثالثة الاعتقاد في نصر الله الاعتقاد في نصر الله يعني نصر الله قادم لعبده المؤمن الاعتقاد في نصر الله طيب سؤال رقم خمسة يستنتج الطلب أثر الشورى في نتائج معركة الأحزاب لما تشاور المسلمون في هذه المعركة وشاورهم الرسول في الأمر ماذا حدث؟ هل انهزم المسلمون؟ لا النصر يبا الشورى أتت بمين؟ بالنصر نعم تعالى نختار مع بعض الإجابة الصحيحة يختاروا الطلب الخيار الصحيح فيما يأتي فقر رقم ألف ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم في مكة المكرمة؟ المدينة المنورة الطائب نعم ولد نبينا محمد في مكة المكرمة؟ في مكة المكرمة نعم طيب من أبناء نبينا محمد إبراهيم إسماعيل صالح نعم إبراهيم طيب أول هجرة في الإسلام كانت إلى المدينة المنورة إلى الطائف إلى الحبشة المدينة المنورة؟ لا الطائف؟ لا نعم أول هجرة في الإسلام كانت إلى الحبشة نعم طيب المؤاخاة التي عقدها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كانت بين الأوس أمين وقريش الخزرج تقيف نعم كانت بين الأوس والخزرج وذول قبلتين لما كانوا بيسكنوا في المدينة المنورة طيب رقم ها تدل وثيقة المدينة لأن معاهدة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود على الحرب التسامح النزاع نعم أدمة وثيقة ومعاهدة يبعى على التسامح أن النبي تسامح مع أعداء الإسلام طيب رقم هاو سبب هزيمة المسلمين في معركة أحد هو ضعف المسلمين طبعا لا قوة المشركين لا مخالفة الرماه الأمر صحيح إلا أن المسلمين في بداية المعركة انتصروا ولكن الرماه اللي وضعهم النبي على الجبل خالفوا الأمر فهزم المسلمون رقم زين هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت بسبب المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة أو الهجرة في الإسلام كانوا راحين يتاجروا التجارة سببها التجارة ولا سببها إيزاء كفار قريش للمسلمين ولا سببها مساعدة ملك الحبشة طبعا سببها إيزاء كفار قريش للمسلمين نعم طيب شوف مع بعض رقم ح ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وتوفي فين في الطائف المدينة المنورة مكة المكرمة طبعا توفي في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم طيب شوف مع بعض السؤال رقم سبب ما سبب غزوة بدر قلنا أن المسلمين هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا من مكة إلى المدينة فالكفار في مكة أخذوا أموالهم أراد المسلمون استعادت ما سلبه منهم كفار قريش عندما علموا بالقافلة التي قدم بها أبو سفيان من الشام ولكن أبو سفيان غير طريقه وستطاع أن يفلت من المسلمين بالقافلة لكن الكفار أرادوا أقتال المسلمين لكي يعني فيما معناه أن يؤدبوا المسلمون لكن المسلمون انتصر عليهم في هذه الغزوة بل وقل ما سبب غزوة بدر استعادت المسلمين ما سلبه منهم كفار قريش طيب تعالي نشوف مع بعض هنوصل من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة ب رقم واحد ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فين في عام الفين طيب هنا هنكتب رقم واحد تمام مرضعة نبينا محمد نعم هي حليمة السعدية هنا رقم اثنين تمام من زوجات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم هي خديجة رقم ثلاثة هاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم إلى المدينة رقم أربعة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تقويم اليوم وفقكم الله جميعا وإلى لقاء آخر في درس قادم كان معكم الأستاذ محمد يوس